طيب الجزئية الثانية إلا الفار وأنا الأسبوع الماضي كنت تكلمتكم وقلت لكم فكرة الحضور الفار وتقنية الفيديو في مباريات نصف نهاية دورة أبطال إفريقيا وقلت لكم في نهاية هذا الأسبوع هيكون فيه قرار رسمي بإعلان أسماء الحكام وكل اللي كان بتقال عبارة عن شائعات وبالفعل يوم الخميس الماضي الاتحاد الإفريقي أرسل أسامي الأطقم التحكمية اللي هتدير مباريات نصف نهاية دورة الأبطال والكون فيدرالية وأعلم من ضمن الأسامي اللي هتكون موجودة إن فيه حكام تقنية الفيديو وينفذ بروتوكول الفار لكن عايز برضه وضح نقطة لكل السادة المشاهدين عشان الناس هتبدأ تسأل على هذه الموضوعات وهذه الجزئية تحديدا قبل لقاء رادس يوم السبت بعد القادم مش معنى إن اتحط أطقم تحكمية وفيه حكام فار في المباريات القادمة إن كده الفار موجود بنسبة 100% فيه بعض الإجراءات المعينة لازم تتم الفترة الجاية عشان نطمئن بنسبة 100% إن الفار موجود أول هذه الإجراءات إن الشركات اللي بيتعاقد مع الاتحادة الإفريقية وهي معتمدة من مجلس الأيفاب بترسل الأدوات والمعدات إلى الملاعب اللي هتقوم عليها هذه المباريات النقطة الأساسية إن الجمارك بتخلص هذه الإجراءات بوقتي يكون مناسب عشان تقدر توصل الأدوات والمعدات إلى ملاعب هذه المباريات ملعب رادس ملعب محمد الخامس في كذابلانكا أيضا ملعب الأهل والسلام في لقاء الإياب وأيضا كمان ملعب سكر سيتي في جوانسبرج في لقاء العودة لكايزاري تشيف إذا الأدوات وصلت وعدت من الجمارك ووصلت أب بتوقيت مناسب في هذه المباريات الفار هيكون موجود الحاجة التانية الأخيرة ليلة المباراة بيتم تجربة هذه المعدات والأدوات بنسبة 100% بوجود الأطكم التحكمية اللي هتدير هذه المباراة فيكتور جوميز حكم الساحة وهيكون معاه الزنبي جاني سي كازوي في غرفة الفار بعد ما بيتم تجربة الأدوات والمعدات وكل الأمور تمام تاني يوم المباراة بتكون بتقنية الفيديو بشكل سليم بنسبة 100% إذن مش الإعلان الرسمي إن خلاص التقنية موجودة أنا أهم حاجة بأكد عليها إن الجمارك والإجراءات اللوجستية في إرسال الأدوات والمعدات تعدي وتخلص قبل موعد المباراة مصر والمغرب ما عندهمش أي أزمة لإن كده كده الفار موجود في مصر وموجود في الدور المصر والدور المغربي فكده كده الأدوات والمعدات موجودة إذا احتاجوا أدوات زيادة بيتم إرسالها من الشركة اللي تعاقد معها الاتحاد الأفريق وبالمناسبة هذه الشركة بتبقى معتمدة من مجلس الأيفاب مش أي شركة في شركات معينة مجلس الأيفاب هو اللي بيعتمدها وعلى أساسها الاتحادات القرية بتتعامل معها وفي النهاية لا نسعى ولا نبغى إلا تطبيق العدالة في المباريات القادمة إن شاء الله